دكتور في النقطة دي حضرتك كأننا أمام كده مجتمع زراعي جديد يعني فكرة جديدة للمجتمعات الزراعية في مصر والتنصيق المهم جدا ما بين كل الأطراف يعني الموارد المائية ووزارة الزراع ووضع خطط وسياسات الموية زراعية بشكل مختلف دايما هدف من زمان جدا في سياسة كل حكومة مصرية متعاقبة أو حتى وزارة الزراع هي فكرة زيادة إنتاجية الفدان يعني وتحديدا في المحاصيل المهمة جدا استراتيجية نحن نتكلم على محاصيل زي الأمح محاصيل مهمة جدا للمواطن المصري هذه الفكرة فكرة زيادة إنتاجية الفدان الواحد بتعظيم إدخال أصناف جديدة تركيب محصولي جديد تحقق منها يا فندم وإزاي ممكن نعظم هذه الزراعية خلينا نبقى أضحي يعني نتكلم في التمانينات كمتوسط إنتاج الفدان من الأمحة دي تماني أردب يعني إحنا كانت تماني أردب الفدان الواحد لا الفدان الواحد تماني أردب يعني ألف ومتين كيلو النهاردة إنت عندك المتوسط العام قدي حوالي مثلا من 18 إلى 19 أردب قدي الضعف وزيادة عن الضعف ده دور إيه بقى؟ دور البحث العلمي الأساسا أن أنت بتبتدي تشوف أصناف جيدة أن أنت بتعمل معاملات زراعية فبالتالي الباكنشي بتاع التخزية والتسبيت والمعاملات ده مهم جدا أن أنت بتدي احتياجات باقية مظبوطة أن أنت بتحدث منظومة رايفة بالتالي بترفع الإنتاجية لأن الرايب الغبر غير رايفة ورشة وتطنيط وتحديث نظم رأي الحديثة أنا النهاردة عشان أود سولار الأول خلي بالك يعني لما تبصش مشروع شرق العوينات على بعد ألف وعوانين كيلو وتوصلت له القهربة مشروعتهش كامل كامل قهربة فطبعا إن ما كانش ده ده كانت بتكلفك إيه؟ شوف الضغط بقى على المواد البترولية ونقلها وممكن تتعطل العربية وبالتالي يبقى في مشاكل فممكن ما تبقاش ما تقدرش تطلع على المياه وما تقدرش تره فالنهاردة أنت بتستخدم منظومة متكابلة من الدراسات زائد مجموعة من تعاون الوزارات المعنية والوزارات المستهدفة كلها بتستخدم وبتغطي منظومة البحث اللي هي بتدعم عملية الانتاج الزراعي ولم كانش عندك وسائل نقل وما يكانه وكل هزو الأمور دولة النهاردة عشان تعمل كل الكلام ده يعني فيه تداخل مهم جدا وسنفونية عمل مشتركة ما بين الوزارات المعنية الانتاج الحربي بساعي الجهاز المشروعات الخدمة الوطنية بيساعد كل هزي الهية الهندسية بتدخل في التخطيط والتنفيذ والإنشاءات كل الأمور دي إن ما كانش يعني مش وزارة صراعات يقدرش تعمل الوحيدة ولا وزارة صراعات يقدرش تعمل الوحيدة فكل هزي الوزارات لازم تتكتف على أساس أن يتنفيذ هذه المشروعات الهدف اللي احنا بنتكلم فيه مهم جدا هو إيه رفع انتاجية وحدة المساحة فهتيجي منين يبقى أنا بدخل أصناف جديدة بستخدم معاملات زراعية بستخدم الميكانة الزراعية كل كلام ده كان فيه هدر يعني أنت لو بتستخدم الحصاد اليدوي غير ما أنت بتستخدم الحصاد الآلي وبتلم المحصول النهاردة لما بتعمل صوامع تخزين في مناطق المشروعات نفسها فأنت بدعين النهاردة بتعمل عملية باكنجي وتعبئة وتغليف أو تصنيع في الموقع بترفع من قيمة الإنتاجية فالنهاردة كل الأمور تي يبقى هو كلها عوامل مهمة جدا احنا بنقول المشروعات ليه المشروعات زي ما أنت قلت كده أنا عندي أمن قومي غزائي أمن الغزائي وده بقول لك سيد رئيس كلام ده من بدري فالنهاردة انت لما تبص ان انت بقى عندك فيه هدف أربعة مليون فدام فعليين زائد ان انت كان عندك مشروعين استصلاح وقفين أو تلاتة خلي بالك يعني أنا شاهد عين لعزك كلام يعني حد 2014 كل اللي استصلح وكل اللي استصلح في شرق العوينات 140 ألف الأم النهاردة احنا عدنا أكتر من 700 أو 300 ألف فدام في المشروعين استصلع شرق العوينات بقى تنفيذه بنسبة 110% يعني في 230 ألف فدان مزرعين في شرق العوينات وتوشكا بقى فيها أكتر من 600 ألف فدان مزرعين فانت باتكلم في هذا الكلام لأن المشروعات الجديدة اللي هو المشروعات الكبيرة فانشغلنا المشروعين دول كان متعطلين يعني توشكوا العينات دول كانوا متعطلين فالنهاردة هم اشتغلوا بطاقتهم ففا أربع سنين طلعت من 140 ألف فدان ل600 ألف فدان وهناك من 140 ألف فدان ل 230 ألف فدان دولت بس حاجات واضحة عندنا مشروع تنمية سينة في شرق قناة سويس وموضوع غرب قناة سويس في شرق قناة سويس عندك رباية 60 ألف فدان انت استصلحت منهم النهاردة أكثر من 280 ألف فدان في شرق القناة طبعا انت عشان تعمل ده ايه لو تبص هنا هتلاقي محطة تحليل بحر البقر انت بطلق 5 و 6 من 10 مليون متر مكعب يوم يعني أكثر من 2 مليار متر مكعب بتحدي استخدامه كانوا بتراموا في بحيرة المنزلة أو مياه بتراموا لأواسها بتروح فين بتروح لسينة النهاردة في الجزء الثاني شوف غرب الدلد خلي بالك انت المشروعات ماشية في كل مصر من الجنوب في الشمال في الشرق والغرب فبتطلع من شرق القوينات على الوادي الجديد في 600 ألف فدان الفرافرة والخارجة والدان والدخل لابنطلع على عندنا بقى المشروع الكبير اللي هو مشروع الدلتة الجديدة اللي هو بدأ بمستقبل مصر النهاردة انت بتستهدف فيه 2 و 2 من 10 مليون فدان فال2 و 2 من 10 مليون فدان دولات استصلح منهم أكتر يعني احنا فيه مليون فدان جاهزين منهم 600 ألف بينتجهم اللي هو مشروع مستقبل مصر لكن لما تستكمل محطة العالمين خلاص خلال فترات قليلة وديها تديني 7 ونص بليون متر مكعب مية زائد المياه الجوفية اللي كانت موجودة زائد ان انا بستفيد من مياه المطر وحصادها في المناطق الشبلية كل الكلام ده فانت النهاردة عندك يهزين لمليون فدان فعلا فانت عايزين نقول بقى انا بعمل ايه انا عندي نمو سكاني فوق 2 في المية عدد سكان مصر من خليبها لك من الثورة كنت كام في 2011 و2014 بتتكلم على اربعة وتبانين مليون مواطن ولا اتنين وتبانين خمسة وتبانين مليون النهاردة احنا عندنا مية وخمسة مليون فالنموء عالي جدا يعني انت زدت في عشر اتناشر سنة فوق الخمسة وفوق العشر مليون وعندك زي ما احنا بنقولك هو اكتر من 9 مليون ضيف في مصر